وعندنا أول سؤال تلقنا على صفحتنا صفحة بالنمج ولا تعسره من حساب مصطفى الجمل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول سيد الفاضل لقد اشتد بي الكرب فوق طاقته من أشياء كثيرة حولي ولكن أكثر شيء يؤلمني هو أن زوجتي تريد الانفصال عني بعد زواج خمس سنوات وبدون سبب تقول أنها لا تقدر على الاستمرار وأنا أعشقها وأحبها جدا وأهلاها منعوني من اللقاء معها والتحدث إليها وهي أيضا لا تريد التحدث معي ولا مع أي فرض من عائلتي ومر علينا أكثر من شهر ونصف على هذا الحال فماذا أفعل لازم عشان أقدر أقدر الموقف ده والجواب ده أولا هنا دي مش فتوى دي أقدم هي استشارة أنا عايز أقول بس أن احنا لازم نتأكد أن الحاجات اللي احنا عملناها ما كانتش جاية من أي شكل من أشكال الاضطراب النفسي لأن مش هيبقى فيه حل أن لو الإشكال ده وتجاي من الاضطراب النفسي أن أنا أروح أوعدهم كتير من الأهالي بيحسوا وبيحصل كتير زي ما بيحصل لنا زي ما منشوف في المركز الإرشاد الزواجي بدر الإفتاء المصرية وبتجنى لحالات الاستشارة بيبقى فيه ببعض الأحيان فيه أحداث تسببت في اضطراب نفسي لأحد الشركاء الحياة فبيبقى هو محتاج أن هو يروح لدعم نفسي فلازم أول حاجة تتأكد أن أنت مش محتاج لدعم نفسي لأن إيه اللي خلاني قلت في السؤال ده كده أن حضرتك بتقول أن أنت بتحبها حب بتعشقها وبتحبها جدا الشخص لو بيحب حد بحب حب شديد إيه اللي حاصل الحب ده بتحول إلى حياة آمنة لشريك حياته معنى أن حد انفصل عنه ومصر على هذا الانفصال بعد خمس سنوات زواج يبقى هو شاف حاجة بتهدد أمنه ده لازم يكون التفسير الوحيد لا مش لازم يكون التفسير الوحيد لكن أنا معايا دلوقتي كلام أنا معرفش غير هذا التفسير إمامي الآن ولزيك أنا بنصح حضرتك ببساطة خالص أن أنت تتأكد من ده طيب وإذا ما كانتش بقى لازم يتدخل وسطاء ولذلك لازم حد يتدخل عشان يصلح بينك وبينهم أنت في الوقت ده وتلازم تمتنع عن الدخول لأن أنت واضح كل ما بتتدخل كل ما الأمور بتسوق فالأساس أن أنت يبقى فيه وسيط ولذلك السعي في إصلاح ذات البن ده شيء مهم جدا تشوف أفضل صديق بيحبه تشوف حد كبير ممكن يكلمهم ولذلك وجد هنا بقى مراكز الإرشاد الزواجي لكن أنت واضح كمان أن أنت لو روح تقولتهم تعالوا نروح على مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتار المصرية هيبقى صعب لكن الدرجة الأولى نروح لوسيط ثم بعد ذلك الوسيط بتتفضله إلى المركز ونتكلم في المشكلات لأن في الحقيقة أنت ما ذكرتش مشكلات عشان أقولك الحل الناجع في هذه المشكلة إيه لكن دلوقتي يبقى احنا عندنا حلين حل الأولاني التوقف عن التواصل والوسيط يقول لهم لازم الوسيط يقول أن أنت متوقف عن التواصل عشان الأمور ما تزيدش وهو طلب مني طلب مني لازم يتقال كده طلب مني أن أنا أتدخل ليه؟ الوسيط هيأخذ هيلخص المشكلات اللي هي فيها ثم يأخذ منك مرة تانية الجواب على هذه المشكلات ثم يروح لهم ويحاول يخفض المسألة لغاية ما يحصل شيء من أشياء القبول ثم بعد ذلك نيجي عشان الخبراء يصلحوا الحاليات دي ويضعوا برنامج للتغيير لازم يبقى فيه تغيير لأن احنا لازم نمر بثلاث مراحل العزم والاعتذار عن الأخطاء التي كانت ثم وجود خطة للتغيير ثم الحالة التالتة أن يكون عندنا إيه؟ عندنا صبر وتقدير للمشاعر إيه لإيه؟ التغيير حتى لو تغيرت عشان قلب وشريك حياتك يتغير هيأخذ وقت ونزاك هنا إيه اللي حاصل؟ هنا هو ده معنى استوصب النساء خير وده معنى الإحسان وده معنى اللطف وده معنى المادة والرحمة وده معنى الفضل اللي ربنا طلبوا مننا شكرا